السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم احلى مطابعين في الدنيا يا رب وكونوا بخايا النهاردة ان شاء الله هنعمل طبق مصري أصيل جميل جدا وهو الكشر المصري الكشر المصري بكل محتوياته بالعيش المحمص الجميل بالشطة المشطشطة المولعة بالدقة بتاعته الخطيرة بالبصل المقرمش اللي حتى لو بات مش هيطرأ بالسلسة الجميلة بتاعتنا وتعالوا كده وخليكم معنا لأخر الفيديو ونشوف النتيجة الروعة التحفة اللي هتخليك تبطل تاكله من برة تاني يلا نسمي الله ونصلى على الحبيب ونشوف المكونات حطنا كمية الزيت دي في الحلة احنا النهاردة هنعمل الكشري كله في حلة واحدة الكشري بتاعنا كله في الحلة دي حطنا كمية الزيت دي وهي كمية كبيرة بس تعالوا كده نتابع الفيديو ونشوف هنعمل بها ايه مجرد ما الزيت بتاعنا هيسخن هننزل عليه بالعيش الشامي معنا جبنا العيش الشامي وقصناه بالمقص كده قطعناه القطع اللي انت شايفينها دي وبنبدأ نحمص فيه في الزيت جميل جدا ومقرمش بطريقة رهيبة والعيلة هتحبه جدا 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 تقلبيك كده في الزيت عشان ما يتحرقش منك وطبعا انت عايزها بلون معين كده ويفضل مقرمش معاك وجميل جدا والزيت ده قولنا هنستخدمه في كل الطبخة بتاعت النهاردة والحالة دي بردوك هنستخدمها في الطبخة بتاعت النهاردة اه بدأنا نقلب فيه وبدأ ياخد اللون اللي احنا عايزينه ومشاء الله احمره وبقى جميل جدا هنطلق على مناديل مطبخ عشان يشرب اي زيت متبقم فيه ونصف كده بالمصفة ونطلق على المناديل دي ويفضل مقرمش معنا وجميل وما بتراش خالص 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 دي اول خطوة معانا في الكشر بتاعنا عشان طبعا عايزين الزيت نستخدم به بقت الطبخة بتاعتنا اهو زي منتو شايفين طلعنا العيش معانا وحطناها على جنب ومعانا البصل مقطعينه اجنحة تعالوا بقى نشوفي السر بتاع البصل اللي يخليه ما ارمش معانا نصف معلقة نشه ما تقطريش عشان النشه ما تمسكش في بعض ما تنتخليش البصل يمسك في بعض ومعانا معلقة دقيقة كبيرة ومعانا ربعك وربع ملح يعني لقيت ملح صغيرة وتعمل حسابك في الملح لان كل حاجة هتحط لها ملح فعشان الطبق ما يطلعش معاك في الاخر يتلاقي حادي حطنا الزيت كده بعد ما فكنا بأيدينا وحنا بنقلب حطنا البصل في قلب الزيت ونسيبه بقى يتحمر معانا كده براحته اهو زي منتو شايفين كده واللي احنا حطناه عليه ده هيطلعهم قرمش وجميل جدا على ما البصل يتحمر تعالوا مع بعض نعمل الصلصة بتاعت الكشري جبنا الحلة وحطنا فيها زيت ونزلنا بمعلقة توم هننزل على الزيت ده بمعلقة توم توم مفروم زي ما انتو شايفين كده استنى ما الزيت يتقضح او يسخن ونزلنا عليه بالتوم وهنلفة هلافتان في الزيت عشان ما تتحرقش منك وبعد كده تنزل عليها بالطماطم عصر معانا عصر طماطم تنزل عليها بالطماطم زي ما انتو شايفين وننزل عليها بمعلقة صلصة كبيرة او كيس صلصة حسب اللي موجود عندك عشان لو الطماطم بتاعتك خضرة او حاجة ده بيزبط معاك الامور ونزلنا عليها بمعلقة كسبرة ومعلقة كامون ده البهارات الاسسية معانا طول الطبخة ان شاء الله وملح وبابركة وقلنا نزبط نفسنا في الملح لان كل حاجة تحط لها ملح فحاول بقدر الامكان تعير الملح بتاعك ويكون مزبوط هنسيبها بقى تسبك وتعالوا نشوفوا البصل اللي احنا سايبونه يتحمر ما شاء الله مره بقى جميل جدا هنطلعوا برضوك على مناد المطبخ عشان يشرب الزيت ويفضل ما ارمش معاكل ده هيخليه يقرمش حتى لو فضل معاكل تاني يوم بنفس الارمشة بالزبط الخلطة دي اللي احنا حطناها عليه جميل جدا جدا او هنسيبه بقى على جنب مع العش والزيت ده هنبدأ نصفيه من كل اللي في ده عشان نبدأ نشتغل به حطينا كيس الشعرية معانا او اقل من الكيس الكمية دي هتقدر تحددها على حسب افراد اسرتك يعني مثلا لو انتو زيادة عن العدد بتزودي لو انت اقل بتقللي انت بس اللي تقدر تتحكمي في حاجة زي دي احنا طبعا معانا الشعرية بتتحمر وطبعا على العين البتجازي التانية فيه الصلصة بتسبك يعني لازم ايلك تكون شغلة في كل حاجة بحيس ان انت تنجزي في الوقت وتخلص بسرعة زي ما قولنا هو ما شاء الله اللي الطماطم استبكت وبقت جميلة جدا هننزل عليها بكوباية ميا مغلية زي ما انتو شايفين كده عشان تفك معاك الصلصة وتسيبها بقى كده على جنب وطبعا دقنا حدقها ولانها مزبوطة ملحها مزبوطة وحاجتها مزبوطة سبناها بقى كده خلصنا كمان الصلصة يبقى احنا كده خلصنا معانا العيش المحمص وخلصنا البصل اللي احنا محمرينه ومقرمش وجميل وخلصنا التزبيك دلوقت كل حاجتنا هنحطها في قلب الحلة دي او زي ما حمرنا الشعرية نزلنا عليها بالعيار الرز اللي بتاعنا اللي احنا مستخدمينه او اللي احنا عايزينه الكمية اللي احنا عايزينها وهنبدأ نلف الرز كده مع الشعرية وما تخافيش منه خالص هيبقى جميل جدا 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 وانسي بقى الموعين الكتير او الحلال الكتير اللي هتوعي تغسل فيها طول النهار كل الكشري هيبقى موجود معاك في حلة واحدة وهيطلع جميل جدا ومش معجن خالص وهيطلع بالنتيجة اللي انت عايزها او اللي بتتمنى او بعد ما قلبنا مع بعض الرز مع الشعرية هننزل عليها بالعدس العدس ده منقوع حوالي ساعتين ومخصول حلوة او تحت الميا مباشر عشان ما يبقاش ما ينزلش اي حاجة سودة اللون اللي سود كده او انه يبقى مع الرز ينزل على الرز ولا اي حاجة ومن الاحسن ان انت تغلي ميا في الكاتل او تغلي مثلا شوات ميا وتحطهم علي وتشطفهم شاطفتين كده وتقومهم صفية الميا بتاعته وشاطفة تانية تحت الميا مباشر هتلاقي جميل معاك جدا وطلع باللون ده ومش مغمى الاكل معاك خالص بس لازم يتنقع قبل الطبخة بساعتين او ساعتين ونص على حسب الوقت بتاعك بس لازم يتنقع نزلنا بكيس المكارونة بتاعنا وطبعا المكارونة دي دي اللي انا باستخدمها لو انت بتحب تستخدم اي مكارونة تانية مش مشكلة انا هستخدم نوعين مكارونة المكارونة دي والمكارونة اللي سباكت دي انا خدت منها كيس كامل وقلبتها كده مع الشعرية والرز والعاتس مع بعض ياخدوا تشويحها كده وياخدوا من بعض جميلة جدا 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 وهننزل عليها بقى بنص كيس ماكرونس باكيت تقطعها صغير عشان ما تدايقكش لان طبعا انت معاك هكول حاجة صغيرة فكسرها تلاتة كده عشان ما تدايقكش وانتبتكلي او زي ما انتو شايفين جميلة جدا هنسيبها بقى كده على الوش الحديث ما تطرع عشان تعرف تقلبها وبعد كده هتنزل عليها بالمية لازم المية تغطي الكمية اللي معاك ده كلها تغطي حوالي من صنط أو صنط ونص من بعد المكونات دي انت هنا ما بتعملش حساب الرز بس انت بتعمل حساب الرز والعادس والمكارونة بتعمل حساب الكل ده هيتشرب معاك مية فانت لازم تغطي كل المكونات دي بالمية زي ما انا بعمل كده بالزبط وطبعا المية بردة مش سخنة المية تكون بردة هتغطي قولنا المية هتغطي كل المكونات اللي معنا دي عشان تستوى براحتها وما تخفيش مش هيعجل منك ولا اي حاجة وهيطلع بمفلفل وجميل هننزل بقى بالملح تزبط الملحك ومعانا كوزبرة وكمون او نقلبها كده ونسيبها بقى لحد ما هي تتشرب المية الكمية المية اللي معانا دي وانت بتحط المكرار اللي بزبكيتي تفرديها تفردها علوش عشان ما تمسكش ببعضه وتعرف التحكم فيها بعد كده علم الرز ينشف وتشرب ميته تعالوا نعمل الشطة بقى اللي بتلاقها في المحلات وبتحبها جدا جدا الشطة الشطيطة على حسب ما انتوا بتقولوا عليها حطانا معانا كمية زيت حوالي من نص كوباية زيت ومعلقتين شطة وتبدأ يتلف الشطة كده طبعا تحط الشطة قبل ما الزيت يتأدح لان لو حطت الشطة بعد ما الزيت سيخن قوي هتتحرق منك من غير ما تستوى او من غير ما تتحمس وتطلع النتيجة اللي احنا عاوزينا لازم الزيت بتاع الشطيطة دي يكون بارد يعني مايلحقش ان هو يتأدح قوي عشان ما تنزل عليه بالشطة ما يقومش حرق الشطة منك وتمرر طبعا طبعا طول ما انت حطى الشطة تفضل بتقليد مستمر زي ما انت شايفة كده بحيس احنا مش عايزين الشطة تحمر ولا حاجة ولا تغمق منك عشان ما تمررش معاك في الاكل احنا عايزين الشطة تحمس بس كده مع الزيت يعني ما شاء الله شكلها جميل جدا تقلب فيها على طول اهو تنزل بقى بمعلقتين خل تنزل على الشطاتة دي بمعلقتين خل وتقلبهم برضو كفوا بعد كده عشان ما تتحمرش منك قوي اهو تفضل طبعا التقليد مستمر والنار بتاعتك متوسطة اهو تفكها معانا بنص كوباية ميا زي ما قلتلك اهو زي ما انتو شايفين كده كده ما شاء الله جهزة وجميلة جميلة جدا جدا ولونها جميل وزي هزي بتاعت برة وطبعا انضف واحسن واضمن لو لو جربتي الكشري بالطريقة اللي انا عاملها دي هتلاقي معاك جميل جدا ومش هتكليم برة تاني ابدا اخو معانا ما شاء الله شايفين الجمال ما شاء الله كل الكمية اللي معانا شربت المية وهنقلبها كده وهنسيبها هيستوى براحته وتعالوا معانا نعمل الدقة بتاعتنا بتاعت الكشري عشان نبقى كده خلصنا كل محتويات الكشري كامل معانا معلقة توم مفروم وهننزل علي بكباية مية معلقة توم مفروم وكباية مية وهننزل معانا بنص كباية خل بصوا يا جماعة انا هعمل الدقة دي على البرد زي ما انتوا شايفين في ناس بتعملها وهننزل معانا بلمونة في ناس عصرة لمونة بحالها يعني كاملة في ناس بتحطوا على البتجاز بعد ما تخلص كل اللي انا بعمله ده تحطوا على البتجاز يستوى معاها او ياخد بقيمة حوالي دقائتين كده يقلب بس انا بحبه بارد بصراحة كان طعمه جميل جدا 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 حطنا قلنا معلقة توم مفروم كباية مية نص كباية خل عصرة لمونة كاملة نزلنا بمعلقة كامون صغيرة معلقة كسبرة نص نص معلقة او ربع معلقة ملح وقلنا لازم الملح ناخد بالنا منه في كل حاجة بنعملها وهنبدأ نقلبها كده لحد ما يدوب كله مع بعض ويمتزج جميلة جدا وبردة وهادية كده لان انت معاك طبعا الشطة معاك حامية جدا والسلسة فدي بردة لو حابة انت حطها على النار تقلب شوية ممكن زي ما انت عايز اللي تحب ايه هنبدأ نصبها معانا يبقى احنا كده حمصنا العش بتاعنا حمرنا البصل عملنا التسبيكة بتاعتنا بتاعت السلسة بتاعت الكشري عملنا اللهم صلى على النبي عملنا الشطيطة اللي هي الشطة بالطرقة الجميلة جدا عملنا الدقة معانا زي ما احنا شايفين وكده معانا الرز بيستوي وتعالوا بقى نشوف النتيجة معانا ان شاء الله اهو ما شاء الله على الجمال الرز استوي بقى جميل جدا وشايفين مفلفل ازاي ومش معجن وكل المكونات اللي موجودة مستوية جدا 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 غرفنا الطبق معانا هو زي ما انتوا شايفين وانزلنا عليه بالصلصة ياريت يا جماعة تجربوه وتكتبوه في الكومنتات وما تنسوش الاشتراك في القناة ودفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم لنا كل جديد اهو الطبق معانا الخطير طبق جميل جدا 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 غرفنا الطبق معانا وانزلنا عليه بالصلصة وهنحط البصل بتاعنا بصل ما ارمش جدا وقلتلك لو البصل ده بتمع لو فضل معاك اكل والبصل ده بتمعاك زي ما هو لتاني يوم هيفضل بنفس الارمشة بالزبط الطبق ده جميل وهيخليك ما تشتروش من برة تاني وهيعجب اولادك جدا ومشاء الله جميل جدا 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 واحنا معانا العيش المحمص ده عيش جميل وطعمه جميل جدا ما اقولكوش انا اولادي كانوا بخطفوه مني كده يعني تقريبا الفيديو كان كله بزعق لهم يعني عشان يسكتوا شوية عم خلص ما شاء الله معانا الطبق بتاعنا يبقى احنا كده خلصنا طبق الكشر الجميل الجميل جدا جدا ومعانا الشاطة بتاعتنا معانا الصلصة معانا البصل المحمصينه معانا العيش المحمص معانا الدقة بتاعتنا جميلة جدا وبردة جدا معانا البصل زي ما قلنا متحمص وجميل ومعانا الطبق اللي يشاهي ويا رب يا رب لو الفيديو عجبكم تسيبوا لي كومنت حلو ولايك واشتراك في القناة وإلى اللقاء في الفيديو آخر ان شاء الله واشوفكو على خير اشتركوا في القناة